حالة التنمر اللي تعملت للزميلة فوسي شلبي هي فوسي عملت ايها جماعة مش عارف ليه يا أستاذ عمر أنا حاسس ان انت عاوز تجامل وبس والله احنا كنا نسينا الموضوع ده وخلاص وتقفل انما انت بتعيد تاني الكلام في الموضوع وبتقرر الموضوع وانتو اللي بتخلونا منقدرش ان احنا نسكت يعني انت لو تسكت خلاص بخلاص الموضوع خلحقه وسكت انما انت بتعيده تاني طب تعالن شو بوسي عملت ايها جماعة تعال يا ترافولدا I love you يا ترافولدا انت ايام شبابي الحلوة كلها يا ترافولدا شفتو ترافولدا شفتو الامر وطني جدا طيب انت يا فوسي عمر ما انت كنت قاعد في المؤتمر واقعد في الحافل كله ليه ما عملت زي اللي بوسي شلبي عملته لما انت شايف ان هي عملت عمل وطني لازم تقول لها بوسي احنا متشكرين جدا بوسي انت فاكرة بلدي كان ممكن عادي جلت يا ترافولدا طب ما اتصور معاك ونتصور صورة يا ترافولدا I love you يا ترافولدا انت ايام شبابي الحلوة كلها يا ترافولدا شفتو ترافولدا شفتو الامر فعلا 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 I love you ترافولدا شايفين ان احناحة شايفين الرومانسية شايفين العمل اللي هي عملته الراجل اصلا مش فاهم يا بتقول ايه الراجل مش فاهم مش عارف يجمع جملة واحدة مفيدة من اللي هي بتقوله هو عارف ان في واحدة بتكلمه واكيد عارف ان هي مصرية بس هي بتقول ايه بقى هو سمح ايجيبت وكايرو طب البيئة ايه هو نفسه مش عارف شايفين المفاجأة اللي على وش الراجل هو مش عارف هو نفسه يفهم في ايه هو مش عارف في ايه كايرو كايرو يمست يلا يا اشرف اعزمه على المهرجان عارفين يا اخواننا انا افتقرت ايه افتقرت زمان لما كنا في المدرسة ونروح الرحلات بتاعة الاهرامات وحديقة الحيوان وكنا نشوف الاجانب فنجري وراهم نقولهم هالو 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 فاكرين الحاجات دي اللي كنا بنعملها زمان لما كنا بروح الرحلات افتقرتها دلوقت لما شفت بوسي شلب واللي بتعمله مع جونت رفولت بالزبط هو ده بس على كبير شوية طب ليه؟ ده احنا برا مصر وقعدين في حفل عالمي وليه الحاجات دي بقى اللي هي يعني يا طب انت حتى بتتكلمين مع الراجل طب من باب الادب ومن باب الاحترام والمهنية ان انت يتدي الراجل حقه في الحوار او في الكلام يعني ايه؟ مش اللي هو يا اشرف تعال يا اشرف خد اسمه ما تنساش تبقى تدعيف المهرجان من هورا يا امي والاخ لقى الجنب اه هاي ايه ده؟ يعني ايه ده؟ يعني الراجل يقول ايه؟ الراجل ما بقاش عارف ان هو يقول ايه؟ طب احنا هنتكلم ان ده عمل يعني ايه؟ اعلاني ودعاية ووطنية زي لو استاذ عمرو ما بيقول مش عايزين نكسيفه ما يبقاش كده يا بشو ما يبقاش كده وانت عارف انه بيبقاش كده؟ لو انت عايز ان انت تستضيف او تعمل حوار مع جونترافولتا جهز ورتب حوار يليق بيك وبالمهنية والثقافة الاعلامية ودير حوار محترم مع راجل محترم هو ياخد من الحوار ده انتضاع عنك وعن الثقافة وعن المادة الاعلامية اللي انت بتتكلم فيها انما بالشكل ده؟ لا تعليق انا شايف ان الاعلامية بوسي شلبي اخطأت خطأ كبير في بس الفيديو المباشر بالشكل ده وفي تعاملها مع ضيوف المهرجان بالشكل ده لان ضيوف المهرجان احنا مفيش سابق معارفة قديمة مفيش مفيش يعني مش كنا مع بعض ووحشين بعض مفيش مبينة لغة هزار مفيش مبينة لغة تهريج لا ده يمكن انت اول مرة قابليه حقيقي يوم ده يمكن اول مرة ومفيش سابق معارفة فيبقى المقابلة بترتقي لمستوى اكبر من كده بكتير لان احنا لازم تعرفوا كويس ان في المؤتمرات الخارجية وفي المهرجانات الخارجية انتوا بتمثلوا بلدكم وبتمثلوا كيان اعلامي وبتمثلوا وسط اعلامي فلازم الانطباع اللي يتاخد يكون افضل من كده حتى في لغة الحوار نفسها وده يعني اعتقد لا خلاف على ان هو نجم كبير فلازم الحوار معي يكون مرتب ويكون منظم والانطباع الاخيري ما يتخلش زي ما اتاخد كده ده اعتقد ده من وجهة نظري ولابد ان احنا نعترف بالحاجات دي لان هو الحوار يبقى مقبول لو هزار ما بين اتنين صحاب او اتنين في سابق معرفة ما بينهم خلاص تتوسق اللحظة دي بان احنا نعمل فيديو بس مباشر والدنيا تبقى تمام انما بالشكل ده مع شخصيات زي كده وهما الناس بنعليهم الانطباع هو رجل رد عليك قالك ايه هو خلاص ومش فاهم حاجة غير كلمة كايرو ايجب وعارف يعني منع الاحراب ولكن من جواه اشتركوا في القناة